وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل خلية أزمة من الوزارة والجهة المعنية للوقوف على تأثير وتدعيات أزمة الأعطال التقنية العالمية والتعامل معها جاء ذلك خلال متابعتها الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرات على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والمنوك في أشأن ذاته أعلنت وزارة الطيران المدنية عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولا بأول مؤكدة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبعي حتى الآن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية تبقى لجدول تشغيل الرحلات المقرر لها